خلينا نروح للحدث الأهم واللي حصل يمكن فوزنا بكأس السوبر وكان عندي بعض المشاهد الحقيقة اللي أنا محتاجة أتكلم عليها طبعا فنيات كل طبعا كباتنا الكبار تكلموا عن فنيات ويعني خلاص يعني بعد الفوز بيبقى الكلام في الفنيات بيبقى يعني منحصر على بعض الأمور البسيطة ولكن المشهد الكبير اللي كان يعني باين في هذه المباراة هو جمهور النادي الأهلي الحقيقة جمهور النادي الأهلي كان هو صاحب الكلمة ولم يشعر أبدا باليأس أثناء المباراة ولو حضرتكم يعني طبيعة المباراة يعني كويس وكنا سمعين الصوت هتلاقوا أن جمهور النادي الأهلي هتافه زاد في آخر ربع أو تلت ساعة يمكن هو اللي كان بيحمس اللاعبين وكل اللاعبين حقيقة اللي سجلوا بعد المباراة يعني وجهوا فوزهم المقام الأول للجمهور اللي حقيقة اللي تعب جدا مع الفريق وهو ده جمهور النادي الأهلي في أي مكان وزا ما قلنا النادي الأهلي ملك زي ما صراح صالح سليم قال وإحنا الغا حتى الآن يعني بنقول أن النادي الأهلي ملك من صنعه ومن صنعه وجمهور النادي الأهلي وما ذال الجمهور النادي الأهلي على الوعد وعلى العهد كعهدته كانت أكبر مسالة في المباراة ويمكن هو اللي حرك واللي زي ما بقوله حرك الصخر يوم المطش وخلينا استعرض برض الأمور الحقيقة يعني ما عدتش علينا أن احنا نتكلم عنها هي الروح يمكن الروح كانت مختلفة جدا في هذه المباراة الروح كان فيه إصرار على المكسب النادي بطولة مطش يعني ما فيش يوم تسعين دي يمكن بانت منذ البداية بعد إصابة عمر السلية وإزاي الفرقة كلها جمعت عليه تحس أن الفرقة متجمع حواليه مش عشان بس هو قائد وفي الملعب ولعب كبير لا الناس يعني أو اللعبة مجتمع عليه حبا وروح يمكن كانوا منزعجين جدا وبان عليهم الانزعاج ويمكن إصابة عمر السلية كانت لها تأثير بعض الشيء على اللعبين في الشوت الأول وما حدش ينكر ده أنه طبعا اللعبة كلها بتبقى يعني روح واحدة وقلب واحد والروح بدأت من هنا أنت لو ما فيش الروح دي محدش هينزعج للإصابة عمر السلية بالرغم أنه هو يعني يعني كابتن الفريق أو مش يعني مش قصد كابتن فيه ولكن قائد جوى الملعب هو في الحد ذاته روح يعني بتبين قدي الفرقة نازلة بروح طيب الأمر التاني وهو الإصرار على المكسب يمكن أنا لاحظت آخر عشرين دقيقة الفرقة النادي الأهلي ضغطة طبعا بضغط كبير جدا حتى الكرة لما كنت بتطلع أو الصيد بتلاقي لعبة النادي الأهلي اللي بتجريت جيبها يعني ما كانش فيه استسلام وكان فيه روح ويمكن ربنا سبحانه وتعالى لما بيلاقي الروح كده بييجي هنا المكسب الروح وكان فيه إصرار غريب يعني الناس تقولك دي روح النادي الأهلي في الدوري ولكن مش بس في الدوري دي قال لي بلعب الروح دي أينما وجده وأينما لعبه في كل الميادين الروح الحقيقة كانت عظيمة جدا خاصة في آخر تلت ساعة إصرار على المكسب حتى اللي طالعه اللي نازل كله مصر إن نكسب على البنش شفنا يعني حاجة جميلة جدا من الإصرار على المكسب طيب الحاجة كمان المهمة ويمكن نلاحظها الجميع وهي إنكار الزات إنكار الزات والنفوس زي ما بيقولوا يعني بلغة الكرة لنفوس السلكة يعني شفنا النهاردة كهرباء هو بره التشكيل وبيجري على طاهر محمد طاهر بعد المباراة وبيهنيم كل الكلام ده لي معاني كبيرة جدا وهو إن كل عنده هدف واحد وهو المكسب إنكار الزات مش فرق معي ألعب أو ملعبش ولكن المهمة عندي إن أنا أخذ الكاس وهي ده وهو ده وهي دي روح الفنية للحمراء يعني يعني الناس كلها بتقول يعني أو الشعار ده يعني مش شعار وكلمة بتكرر وخلاص لأ دي حقيقة يعني روح الفنية للحمراء بتتورس لأجيال من أجيال لأجيال بتلاقي حتى الإسرار المكسب ممكن مكناش تتوفق كان وارد ما نكسبش بس العبنا بروح والعبنا بإسرار مش ممكن أمد ربنا يخزل حد يلاقي بهذا الإسرار وهذا الروح في الوقت اللي كان يعني المنافس بيحاول يضعها الوقت عشان يعد بالمباراة يعني بالفوز ولكن يعني المصر واللي متعلق بالمكسب هو ده الأساس وكمان ضربات الجزاء ضربات الجزاء بارد برضو فيها الروح اللي داخل يشوته والشناوة داخل يصد الكل بيدعيله والكل واقف وتمسك معاه الروح كانت حلوة جدا ونسرع على المكسب طيب فيه أمر مهم جدا وأنا كلاعب يمكن ده اللي كان بيفر معاه جدا جدا وهي مسندة يعني مجلس دارة النادي الأهلي وتخيلوا بقى لما مجلس دارة النادي الأهلي وعلى رأسه الكابت المحمود الخطيم بيسند الفريق بكل ما قوتي من قوة معاهم في كل مكان بيروح معاهم مسندة الروح ما بين رئيس النادي واللعبين روح عالية جدا أداء يعني بتحس أنه يعني الروح أو العلاقة ما بين رئيس النادي واللعبين علاقة أب بولاده الزغيرين مش علاقة رئيس النادي بتلاقي حتى الكلام ده بيبان في تسليم الجوائز بعد الفرح وبعد القصة دي كلها اللاعبين وهي بتتجه الكابت المحمود الخطيم بتتجه مش أنه هو رئيس النادي أبدا بتحس أنهم رايحين لولدهم أخوهم الكبير أنا يعني بتبقى فيه مشاعر فياضة الحقيقة هي دي برضو أحد أسباب المكسب أنا لما لاقي قامة كبيرة زي كابت المحمود الخطيم ومسند الفرقة ومعانا في كل مكان وبننزل نجمع على الغدى بيكون معانا بنروح في البص بيكون رأي معانا في الوقت اللي هو قيمة كبيرة جدا يعني كابت المحمود الخطيم في كل حتة في الوطن العربي أفريقيا معروف فلما لاقي قيمة كبيرة زي كابت المحمود الخطيم بتسندني المسندة دي يا جماعة ليها دور كبير يوقع تفتكر المسندة دي يعني يعني بتعدي بالسهل لا المسندة دي ليها دور كبير وإحنا بنقول الحقائق إحنا ما بنقولش كلام لا اللعيبة لما بتلاقي مسندة بالشكل ده بتفرق معهم جدا وبيحسوا إنهم عايزين يلعبوا ويقدوا عشان ما يخزلوش رئيس النادي اللي قد بدور كبير أو يسندهم بشكل كبير جدا طيب برضو نفس الكلام اللي حصل في تسليم المدليات شفنا قدي اللعيبة قدي العلاقة ما بين رئيس النادي واللعيبة قدي اللعيبة مع بعض قديش ناوي لما جاب كابتن وليد سليمان عشان يستلم مع الكاس المشهد ده لو نرجع بالزاكرة كده تكرر كم مرة المشهد ده تكرر كم مرة يعني أنا يعني وحنا مشجع نادي الأهلي شفنا المشهد ده كتير جدا إن كابتن الفريق بيجيب يعني برغم أن وليد سليمان ما شاركش في المباراة كابتن وليد سليمان طبعا ما احتفظ بالألقاب ما شاركش في المباراة ولكن دوره ومقامه محفوظ لأنه هيجي يوم من الأيام هيبقى كابتن الفريق دلوقتي أياً كان من اسمه هيجي كابتن بعد منه هيدي له قمته وقمته هو ده النادي الأهلي وهي دي روح الفناني الحمراء مش بس جوه الملعب وأيضاً برا الملعب كل الكلام ده في الآخر بيكون نتاجه الكاسل الجنبي ده كل يكون نتاجه الأرقام نتاجه السمعة سمعة النادي الأهلي في كل مكان يمكن طبعاً الروح مش بس جوه الفريق وما بين الفريق ورئيس النادي الروح كمان مع مجلس الإدارة مجلس إدارة كله حاجة واحدة وقلب واحد الجماهير كابتن محمود الخطيب كان وسط الجماهير من أول يوم لآخر يوم روح حلوة والنادي الأهلي أي مكان بيروحه بيسيب روح حلوة وروح إيجابية ودايماً يعني يعني بيفرح الناس